الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكن إذا واحد عطل عقله أو عاند الله لا يجبره على الإيمان لم تنفعه الآية لا لنقص في الآية لا لنقص فيه بسوء اختياره الأنبياء أدوا مهمتهم أحسن أداء رسول الله صلى الله عليه وآله كان ناجحاً مئة في المئة لأنه أدى المهمة التي أوكلت إليه شنو هي المهمة التي أوكلت إليه؟ التبليغ أدى هذه المهمة بأحسن وجه ليس من مهمته أن كل الناس يؤمنوا لأن الله سبحانه وتعالى ما أكره الناس على الإيمان الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين زين إذا أنت كان الطرف معاند وأنت أديت الرسالة بأحسن أداء المشكلة فيه مو مش المشكلة فيك أنت الآن جيب أحسن طبيب أحسن الأطباء في العالم جيبه في منطقة فيها أمراض هذا الطبيب ليس من مهمته إكراه الناس أو إلجاءهم أو إلجاءهم ليس من مهمته ذلك أن يأتي مثلا يأخذ الناس بعنف ويوجر الدواء في فمهم مثلا أو يزرق الإبر بإكراه لا مهمت أن يذهب إلى هذه القرية يفتح العيادة يأتي بالأدوية المجانية وينادي للناس أنه أي مريض يأتي أعالجه مجانا لا أريد منه أجرا أنا أجري من الدولة مثلا مجانا يجب أن أجي إلى القرية بعض أهل القرية أو المنطقة ذهبوا إليه فعالجهم علاجا تاما كاملا مجانيا والبعض لم يأتوا إليه وأمراضهم فتكت بهم وقتلتهم هل نقول أن هذا الطبيب طبيب فاشل أو نسبة نجاحة ناقصة مثلا كلا هذا الطبيب ناجح مئة بالمئة ليش لأنه أدى المهمة ما كانت مهمة إجبار الناس كانت مهمته أن يعلن للناس وأن يعالج من يأتي إليه وبالفعل أدى المهمة أحسن أداء الأنبياء ما كانت مهمتهم إكراه الناس على الإيمان مهمتهم التبليغ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء يعني مشيعة تكوينية الله لو كان يريد بالمشيعة التكوينية أن يؤمن كل من في الأرض خلاص إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ هذه المشيعة وإنما شاء اختيار الناس لذا الناس مختارون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله ما أكرههم فإنت الرسول أيضا ليست مهمتك إكراه الناس المهمة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة